ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكل متابعين قناة دباست مسلوبنا لو أول مرة بتزورونا وبتشوفونا ياريت تشتركوا معينا في أسرتنا الجميلة واتفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصلوكم مننا إشعار بكل فيديو جديد بنقدمه بخصوص أخبار التعليم أول بأول الفيديو النهاردة مستمرين معاكم وبندم صوتنا لصوتكم بالمطالبة والمنجدة بخفض تنسيق القبول بالثنوي العام الحمد لله مبارح فرحنا بتلات محافظات جديدة نزلت التنسيق ومنجدتنا الفترة اللي فاتت الحمد لله جابت نتيجة كانت محافظة القاهرة نزلت تمن درجات وكمان محافظة أسيوت وكذلك محافظة بانسويف الحمد لله ربنا استجاب لدعينا والهاشتاجات بتاعتنا جابت نتيجة وعشان كده إحنا مستمرين معاكم بنطالب بخفض تنسيق القبول لصف الأول الثانوي لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية المقبلين على الصف الأول الثانوي يعني نكمل ونستمر مع بعض لإن خلاص ما فيش وقت إحنا دلوقتي في عد تنازولي على إن إحنا نوقف موضوع التنسيق فعايزين نشد حلنا شوية ونستمر في المطالبة والمنجدة بخفض تنسيق القبول لحد آخر وقت في جميع وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك على تويتر على اليوتيوب علشان يوصل صوتنا للمسؤولين وزي ما حضراتكم شايفين في كل محافظة بينزل بيها التنسيق بيقول يعني ليه استجابة ورغبة أولياء الأمور وعلشان كمان نخفف العب لأولياء الأمور عشان المصاريف الخدمات والمنازل طبعا حضراتكم كلكم عارفين إنه بيكون أغلى من السنوي العام وكمان أهم شيء هو تحقيق رغبة وأمال وتموحات أبنائنا في الالتحاق بالسنوي العام فنستمر في تفعيل الهاشتاج وعايزة لايكات كتير على الفيديو ده علشان يتصدر اليوتيوب واللي قبل في السنوي العام والحمد لله فرح بخفض التنسيق في المحافظة بتاعته ويفرحنا ويقول لنا إنه قبل في السنوي العام واللي لسه يكتب هاشتاج باسم المحافظة بتاعته فضله كم درجة علشان يعني يقدر يلتحق بالسنوي العام وفي الفيديو ده مش هخص محافظة دون أخرى لأن التعليقات كتيرة جدا جات على آخر فيديو أنا نزلته ولكن أنا بطالب معاكم بخفض تنسيق القبول للسنوي العام في جميع المحافظات واللي احنا متوقعين نزولها في القريب العاجل إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا ما يخيبش ظننا فيها هي محافظة الجيزة بإذن الله احنا توقعنا قبل كده القاهرة والأسكندرية وحصل فقريبا بإذن الله نبشركم بالجيزة وبنطالب بجميع المحافظات يعني محافظة قنة، محافظة الغربية، محافظة الشرقية، محافظة البحيرة أنا مش عايزة أقول محافظة ومحافظة يعني لأ علشان ما حدش يقول يا ميس تتكلمي عن محافظة أنت ليه مش بتتكلمي عن المحافظة دي لأ احنا عايزين جميع المحافظات عايزين نفرح كل ولدنا خاصة أن ظروف التعليم العام الماضي ومازلنا بنعاني من الظروف الحالية اللي بنمر بيها البلاد من فيروس كورونا فاحنا نفسنا المحافظين يعني يحققوا رغبة أبناءنا الطلاب في الالتحاق بالسنوي العام فنتنشط شوية ونستمر في تفعيل الهاشتاج في جميع وسائل التواصل الاتماعي وأنا معاكم لحد آخر وقت وربنا يفرح لكم جميعا ويحقق أملكم وتوحدكم في الالتحاق بالسنوي العام وفي الختام في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته